الجاكيتات الشتوية من أكثر القطع اللي نستغلها في كل موسم شتاء نقدر نستيقها بأكثر من طريقة وتيجي بأكثر من قصة وبأكثر من كماش لذلك اليوم عني والبنات اختارينا لكم جاكيتات شتوية مختلفة بقصات وأقمشة مختلفة تقدرون أن تختاروا منها اللي يناسبكم ويناسب أطلالاتكم أول قطع راح أتكلم عنها هي من أكثر القطع نستخدمه في فصل الشتاء اللي هي الجاكيت الجلد منه بينا معدها جاكيت جلد وهو من أكثر القطع اللي لازم نستثمر بيها لنرح تبقى ويانا خلال مواسم مختلفة يعني نلبسها أكثر من شتاء مو فقط مرة وحدة لأنه قطعة ما تفطر مودتها ونقدر نستقها بأكثر من طريقة وتمنحنا الدفو وبنفس وقت الأناقة تنفيقي آمي اختاريته أنه يكون شوية ميكس بين الصيفي والشتوي لأنه إحنا كبنات كل شوية عندنا الفساتين الصيفية الخفيفة أو الربيعية حتى نقدر نستغلها همنا في فصل الشتاء وما يقتصر استخدامنا لها على فصل الصيف نقدر نستقها مع جاكيت جلد قصير مثل ما تشوفون آني نستقط الجاكيت الجلد باللون الأسود قصير مع فستان صيفي باللون الأبيع والأسود وبوتس باللون الأسود ونفس اللبسة طبعا همنا نقدر أنه نسد الجاكيت اللي عندنا رح يبين كأنما لابسين تنورة رح يبين كأنما هو هذا التوب وهذا تنورة فنقدر نستغله بأكثر من إطلاله وهمنا هذا بحزام يجي نقدر إذا سدينا القمصة له نقدر نضيف عليه الأحزام رح يخسر لنا منطقة الخسر بشكل أكبر ويطلع بشكل عصري أكثر وهمنا نستغل الفستان بأكثر من طريقة صحيح أختيارش للجاكيت شهد جدا حلو لأنه تقدرين تلبسيها على أكثر من شيء وبأكثر من طريقة فاختيار موفق فعلا تنسيقها كلش حلو ترند جامع بين الأقماش الصيفي والسترة الجلد والحذاء البوت هسل جدا الترند فالأطلالة كلها حلوة دمها خفيف وبنفس الوقت الجاكيت جدا مثل ما قلت شاهد من أكثر القطع أنا ممكن واحد يستفاد منها بالدول اللي أدهم شتى قاسي وجدا برد ممكن نستخدمها خلال فصل الربيع والخريف أيضا وبالدول الدافية مثل هنانا الإمارات ممكن نستخدمها بفصل الشتاء أما التنسيق اللي حابة أتكلم عنه فهي أيضا قمصلة لكن قمصلتي شتوية بامتياز بما أنه هستأغلب الدول شتاها بارد فقررت أنسق هذا التنسيق القمصلة هي من النوع القمصلة المنفوخة اللي جدا درجت بالفترة الأخيرة صارت ترند بالإضافة إلى فوائدها النهية كلش تدفي اختارت قمصلة باللون الأسود مزينة من الحافات من الياخة وعلى الصفاح أيضا بالفرو اللون الرصاصي الغامق وطبعا بيها القمصلة منها وبيها بما أن القمصلة شوية نفوخة تبطي حجم زيادة فاختارت أنه أنسقوا إياها حزام جلد أسود على منطقة الخسر حتى يخصر المنطقة بما أن القمصلة جدا شبيرة ومنفوخة طبعا طلالتي جدا كلاسيكية كملتها ويبنطرون جينز حتى يطينا دفوا وبنفس الوقت كملتها ببوت أسود بالجلد البوت من الكعب العريض الناصي المريح حتى يطينا دفوا وبنفس الوقت طلالها حلوة ومريحة وكلاسيكية وجدا آمنة كل البنات ممكن يعتمدوها بالفعل بان هي نوع من الجاكيتات شوية بان تحترم تنسيقها لأنه مثل ما قلت هي تنطي عرض صحيح بيخافوني ناس شوية ينسيقوها ففكرة حلوة أنه أنت يضيفي للأحزام على مودي خسر ونفس الوقت اعتمدتي لسكيني جينز لأنه عندك عرض من فوق فحلو أن يكون شي ضيق من تحت بان أطلالة تشحستنا بالدفو واشتاقينا للصوفة واللي حبيت أنه أيضا بيها كلاو بالضبط بيها كلاو واني نسيتها حتى عن كلاو رح لبسها الكلاو حتى لأطلالة تكون شنو مش تعمل برد خلاص أطلالة كل شي حلوة والجاكت صدق يعني اشتاقينا للشتاء القوي القارس حتى نلبس هي شي نوعية من القماصل أما القماصل اللي أنا اختاريتها فها قريبة من ستايل الشهد مثل ما تعرفون هي شي نوع من القماصل تريند وخاصلا لون الميتاليك دار جويانا أكثر من سنة فحبيت أختار الميتاليك الفضي اختاريتها قصيرة مثل ما تلاحظون وحبيت أختار وياها نفس الفستان لأنه بنفسها جويانا الفضي من الألوان اللي كل شي تكون متناسقة وحلوة وأيضا اختاريت معاها بوت قصير بلون الفضي مثل ما نعرف هذا البوت أيضا من دارج هذا الموسم ويانا أكثر من الموسم وحكينا عن الكثير في برنامج كهرمانا حبيت أختار هاي الألوان لأنه أنا من الأشخاص اللي أحب الألوان حتى بفصل الشيطة ما أحب أعتمد ألوان كلاسيكية مثل ما تلاحظون إطلالة ترندي إطلالة على الموضة وإطلالة شبابية حتى نطينا هيتش فريش من واحد يتفرج عليها فعلا ما يسمح حلوة إطلالة تيتش ترند مثل ما قلت وحسيت الإطلالة مو بس كقمصلة ممكن واحد يستخدمها يعني حتى إذا واحد داخل البيت ورايح معزوم ممكن يضيف هاي القطعة لأنه مطية جمالية وفخامة ولون مميز اشتركوا في القناة